يعقد الرئيس القبروسي نيكوس أنستاسيادس اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وذلك خلال زيارته لبروسيل غدا الخميس لمناقشة التطورات حول منطقة فاروشا المحتلة من قبل تركيا وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن الرئيس أنستاسيادس سيشارك في بروسيل في المجلس الأوروبي الاستثنائي وسيجري اتصالات ثنائية لبحث مسألة فاروشا على وجه الخصوص كما سيتم عقد اجتماعات مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية ورئيس البرلمان الأوروبي